الوصايا العشرون لمرضى السكر واحد أهم حاجة للعلاج ومنع المضاعفات هو السيطرة على مستوى الجلوكوز بالدم طول الوقت اثنين التعامل بجدية مع أي ارتفاع في ضغط الدم ثلاثة لازم تستخدم الأدوية اللي بتقلل تأثير السكر على الكليتين ودي بتتحدد بواسطة الطبيب طبعا للحالة المرضية أربعة تقلل قدر الإمكان من تناول البروتينات الحيوانية خاصة إذا ظهر زلال في البول أو حصل زيادة في نسبة الكريتين خمسة عمل فحص قاعين بصفة دورية كل ست شهور أو سنة بالكتير ستة عمل وظائف كلا وتحليل بول للبحث عن زلال وقياس معدل استخلاص الكريتين وعدم الاعتماد على نسبة الكريتين فقط لمتابعة حالة الكلا كل ست شهور أو سنة بحد أقصى سبعة ما تلبس جزم ضيئة أو تمشي حافي القدمين تمانية فحص القدمين بصفة دورية لاكتشاف الخدوش أو أي تغير في لون الجلد تسعة مفيش حاجة علمية اسمها سكر مؤقت أو سكر عصبي مرض السكر مرض مزمن غالباً عشرة اتعامل مع مرض السكر إنه صديق مضطر إنك تتعايش معه باحترام لمنع مضعفاته الخطيرة حداشر التعامل المبكر مع المرض ومن لحظاتك الأولى بجدية مهم جداً لمنع مضعفاته الخطيرة اتناشر مفيش أعراض سبتة للسكر وغالباً بيتم اكتشافه بالصدفة تلاتاشر الكشف المبكر عن مرض السكر مهم جداً اربعتاشر تغيير نمط الحياة وسلوكيات التخزية دول عنصرين مهم جداً لنجاح العلاج كل مريض مختلف عن التاني ستاشر الأنسولين هو العلاج الوحيد الآمن والفعال حتى الآن في أغلب الحالات لمرض السكر من النوع الأول تبعتاشر الرياضة 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 تمنتاشر ممنوع التدخين ممنوع التدخين ممنوع التدخين أرجوكم تسعتاشر استخدام الأعشاب الطبية ليس لها أي أساس علمي ومفيش لها نتيجة ملموسة بمفردها عشرين والله ما في حاجة اسماء علاج نهائي لمرض السكر حتى الآن وكل الإعلانات اللي بتيجي على التلفزيون هي وسيلة نصب على المرضى فاخدوا بالكم أتمنى كوني قدرت أقفتكم ما تنسوش بقى لايك وسبسكرايب وساعدوني عشان ننشر الوعي وشايروا الفيديو ده في كل حتة يمكن حد مريض سكر يستفيد منه والسلام عليكم